أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى زي المشاهدين خلوني أرحب بضيفة نجمة هذه الفقرة الخبير التحكيم الكبير الكابتر ناصر عبا إزاي كابتر ناصر هاي إزاي كابتر ناصر هاي إزاي كابتر إسلام الله يخليك تحية الحديثة وتحية الكل مشاهدي ومتابعي كناتنا ندلعي في كل مكان ونتمنى إن شاء الله نهار دي كنت نسلام نعمل حاجة كويسة عن التحكيم إن شاء الله وعن الفترة اللي جاية آه الفترة القادمة ده الأهم بالنسبة لنا سعيد خلينا نبدأ مع حضرتك كيف تنجح تجربة أولا هل حضرتك مع تجربة كلاتنبرج ولا لأ شو كابتر إسلام خلينا نتكلم بأمانة هو بأمر واقع يعني بأمر واقع أنا مش بسأل في كده بسأل حضرتك مع هذه التجربة ولا لأ مع هذه التجربة لأن أنا البداية بداية حتى هو مشتغلش بس البداية واضحة أيوة إن النهاردة الحكام كابتر إسلام النهاردة فيه حاجات كده يمكن هو مشتغلش بشكل عملي ولكن التوجهات اللي هو ده لها الحكام أعتقد بنسبة كبيرة هم نفذوا حاجات كتيرة بالنسبة للحاجات اللي هي مثلا زي اللعب يخليه اللعب يتواصل الفور النهاردة بقاش الحكم يروح يوقف 4-5 دقائق خلاص هو قال لهم حاجة مهمة جدا أعتقد التوجهات أوه التوجهات بس دي كانت المحاضرة حاجة اسمها الميتينج اللي هو عمله في الاتحاد مرتين قال لك من غير المقبول النهاردة أنا بعملك حالة تحكمية فيديو تست بتاخدها في 30 ثانية زي ما تخد في 30 ثانية تروح تشوف الشاشة وترجع تاخد الكرار دي الحاجات اللي هي الحاجة الثانية اهتمامه بالحكام يعني طول ما انت شايف كحاكم إسلام شطر نهاردة كمسؤول متابعك كل ماتش بيتابعك وشوف أدائك انت زي نفسك حاكم بتهتم بتحاول تطور من أدائك صح كلام ده ما كانش موجود في الأول فانتكلم بأمانة نعم لما المسؤول ما يكونش موجود أعتقد الأمور ما بتمشيش بشكل كويس تمام كيف تنجح هذه التجربة المعظم معظم المسؤولين في الرياضة في مصر مبسوطين من هذه التجربة حتى الآن طبعا لم يحدث شيء ولكن حتى الآن كابت أزام فيه حاجة مهمة قبل من التكلم في التجربة فيه حاجة مهمة ولازم الناس كلها تعرف عندنا النهاردة القائمة الدولية للتحاد الدولي باعت حنتكلم عن القائمة الدولية لكن أنا أتكلم عن كيفية نجاح التجربة أنا عارف أنها يوم 25 سبتمبر حنتكلم عنها وإمتى تتعامل لكن نجاح التجربة برضو يا كابتن يعني إيه هي المعايير اللي بتنجح بيها أي تجربة زي كلاتن برج مبارح كان معي كابتن مجدي طلبا مجدي طلبا هو احترف في اليونان فترة طويلة جدا فلما سألته وفي بلغاريا وفي أبروس وفي كذا حتة يعني مفلعة بطورة أوروبا كابتن مجدي لما سألته على موضوع كلاتن برج قال لي إيه قال لي طالما اتقعد سنتين في اليونان يبقى إجابة جدا ده كلام كابتن مجدي ما عرفش إيه هي المعايير اللي حضرتك تقول أنه هو نجح وكيف تنجح هذه التجربة السؤال المهم جاءت لكابتن إسلام ونتكلم عنه نجاح النجاح ما بيجيش من فراغ بيجي نتيجة عوامل نعم نمرة واحد اتحاد الكورة خلي بالك اتحاد الكورة يعني إيه نعدي لنا مشكلة نهاردة مستحقة الحكام ودي مهمة جدا أنا مش حبدأ الموسم أنا بالحكام إلا لما أغطي المستحقات اللي هي موجودة من شهر ثلاثة حتى الآن لم يصرف أي حكم المبلغ اللي هي المستحقة عليه دي نمرة واحد كيف توفر المعسكرات اللي هي تقدر تخلي حكامك في مصف الحكام الدوليين زي ما تحادل بيعمل بزبط مع الحكام أنا نرد محتاج أعمل معسكر الحكام الدوليين كامل متكامل يعني إيه كامل متكامل نرد منتكلم على الملاعب نتكلم على الأدوات نتكلم على اللبس نتكلم على أعتقد لا يعني أنا أصلي الأماكن اللوجيستيك نفسه موجود بمعنى أنت كنت تعمل كده في المركز الأوليمبي في المعادي ماشي كنت تعمل كده في أي مكان أنا ما بكلمش على 40 حكم بس اللي هو تم اختيار ما كنت ألا أتكلم على قواب الكيام يعني أنا عندي النهاردة 150 حكم مساعد عندي كمان 40 حكم اللي هم بيحكمه النهاردة عندنا 30 حكم صاعد فإنت النهاردة كل الحكام ديت المفترض تخش المعسكرات متبقاش مكتصرة على 40 حكم فجر يتقسموا على 5-6 معسكرات تمام الحاجة الثانية أنا النهاردة مشكلة الفار كابتن نحن موقفنها النهاردة يعني إيه موقفنها النهاردة المفترض أنك أنت السيستم بتاع الفار بس حالك عرف طبعا الأندية قبل ما نخش على الفار اللي حالك قلتها في الأول حالك عرف أن الأندية أو في شروط المسابقة اللي اتحاد باعتها أن كل نادي يدفع مليون وربع على ما أتذكر مليون وربع قبل بداية الدوري للتحكيم فقط بالضبط فده معناه أن من المستحقات فده معناه أن من الممكن أنا معرفش برضو يعني عمال أفتكر للتصريحات اللي تقالت اللي هو من ثلاثة اللي فاتو بما أن حضرتك معنا تمام فعشان أقول لك وانت اللي تقول لي الصحة ولا غلا كابتن إسلام هقول لك أنا حاجة إحنا النهاردة كحكيم كنا بنقبض من الأندية تمام الكلام ده كان في الأول فجوم قال له لا ما ينفعش الحكم بيقبض من نادي وساعات مش عارف بيحصل بمشاكل وساعات النهاردة يبقى خسران ما بيقبضش فخلينا خلي فلوس الحكام كلها من اتحاد الكرة فكل نادي محسوب لي المشاكل بتاعته بالكيمة بتاعته الحكام كلها اللي هم أربعة في الميدان والاتنين للفار يبقى ست حكام بيحسب لك أنت عليك كام في المبلغ مثلا مليون أو نصف مليون بيتبعاته الاتحاد مسبقا مش كل الأندية بتلعب بالفار وكل الأندية بتلعب نحن نكلم عن المتازل الألف الأول فالاتحاد الأندية بتبعات اتحاد الكرة مسبقا هذه المبالغ أنا النهاردة كانت تتحاد الكرة ما هو ده اللي احنا بيكلم فيه باء النهاردة النهاردة أنت بتتبعت النادي بيبعت فلوس الحكام قبل المرسم طب النهاردة الحكام الكابتن من شهر 3 ما أبضتش دا حصل السنة اللي فاتت كمان؟ على كل سنة كابتن كل سنة كل سنة النادي بيقربيت فالتحاد الكرة بيبعت جواب لنادي الأهلي أو الزمالك أو آه ندي انت عليك مبلغ مثلا مليون او اثنين مليون دي مستحق للحق النادي بيبعتها على طول بتنزل خزينة الاتحاد انا النهاردة كالتحاد الكورة كان فيه سياسة معمولة ان كل شهر حكم تقبط فلوسي الكلام له نهاردة من شهر ثلاثة هندخلنا على شهر تسعة تقريبا فوق للتلاتاشر مليون جنيه محدش محدش خد مستحقاته فانت نهاردة بتطلب مني انا كحاكم النهاردة ابدأ مسم جديد وانا النهاردة ليه خلي بالك في النقطة مهمة كانت منسلم حكم دي بتصرف منين انا رايح اسكندرية رايح اسوار رايح في اي حتة بصرف من جيبي ومن فلوس البيت فان بتيجي النهاردة كل الوقت هطلعني هنا وهنا 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 انا هجيب منين فبالطر ان انا استلف فالمفروض على اقل كل شهر ودي مهمة جدا تحاد الكورة بيحصر المتشاط وبتدي تبقى عن طريق الفيزة الحكم به هل ده متعمد كبسن ولا لا هم قالوا ان الفلوس موجودة لا يا فندي ما عنيش هو الفلوس ممكن تكون بتصرف حاجة تانية بالزبط كده لا بتخش في بند تاني او حاجة زي كده فبالتالي هم بياخروا مستحقة الحكام دي حاجة مهمة جدا فضلا الرئيس صحيحكت النهاردة مفيش حكم بيلاقي مكان يتمرم فيه كابت الاسلام انا النهاردة كحكم او اسلام ما اقدرش اخش نادي ونادي بيبقى موجود فيه مسابقة اخش له اتمرن ما ينفعش طب فين المكان ان الحكام تتمرن فيه صحيح يبقى النهاردة كحكم في اي منطقة احنا عندنا 27 فرع على مستوى مصر الحكام دي مفيش مكان تتمرن فيه يعني بتاري ان هو يتمرن بيروح مركز شباب بيتحايل على نادي مثلا خش اتمرن اعمل تمرينة وانت مطلوب النهاردة الحكم يجهز 24 ساعة لما تطلوبه في ماتش فالمفروض النهاردة انا اتحاد الكرة اوفر على الاقل في كل فرع طب فيه مشروع الهدف في مركز الهدف ماهنا النهاردة كنت بنتكلم على 27 محافظة 27 محافظة انا مش حديد ماهنا اللي قدامنا ماهنا اللي قدامنا هايخدم مين هايخدم القاهرة بس والجيزة او القاهرة الكبرى هل من حقهم يعني يخشوا؟ لا طبعا لازم موافقة موافقة من المجلس الاتحاد الكرة وبيديك موافقة والوزارة بتدي موافقة ان الحكام تخش ممنوع ان اي حاكم يخش على فكرة فالنهاردة اماكن التدريب مش موجودة النهاردة علاج الحكام خلي بالك ودي مشكلة النهاردة بتكلم على الرعاية الصحية مش موجود بكلبة بامانة فانت عشد طب من الحاكم ان هو يشتغل النهاردة بشكل كويس ويركز في شغله لابد انك انت السؤال بقى اللي انت لحدك بتكلم فيه كيلتنبرج يديوه عمل النجاح بس خلي بالحاكم دك كل معظم الحكام دي بتلعب يعني مشكلة في حتة تانية كابتن انت بتكلم على الفئة اللي هي انا متكلم صح ولا غلط بتشتغل طبعا هم بيشتغلوا في حتة تانية تمام بس النهاردة انت بتصفرني اكتر من محافظة فلا بدفع منينا كابتن الساكردي اللي انها بطلع يقوم على الحسابي تزاكر على الحسابي ممكن يقول لك ايه احنا بنا نتناقش ممكن يقول لك ايه طيب بما انك هعمل لك اللي انت عايزه ده كل بس اقعد بقى خليك تشتغل اشتغل الحكم فقط لا احتراف ده موضوع تانية كابتن بقى احتراف ده احتراف ده انا بابقى معايا ان انا محترف بأجر يعني انا معندناش حكام محترفين لا خالص احتراف مش موجود في مصر طبعا مش موجود في مصر احنا مكلم في الحاجات اللي هي السهلة انا ليه فلوس ان اقرام ديها بتتفحها في البداية من فضلك اديها للحكام بعد كل شهر من فضلك وفر لي ملاعب للحكام تتمر ضع موجود فانت نهارده بتتكلم على عوامل نجاح لابد النهارده ان انا اوفر كل عوامل نجاح للحكام عشان لما اقطلعوا الحكم ما يقوليش لا انت مقصر معيا دي حاجة تاني كابتن بنتكلم على كيلا تنبيري جاهدي ده عندنا مشكلة كبيرة جدا كيلا تنبيري النهارده ان هو في البداية قالك انا مسؤول عن قوام سابقه الدور الممتاز بمعنى ان انا معايا اربعين او خمسين حكم مسؤول عن المسابقة اللي هي الأعلى اللي هي دور الممتاز طيب عندنا الممتاز به والقسم الثالث وعندنا بيئة المسابقات عندنا 27 فرق مين هي بيئة المسابقات لا فيش اللجنة حتى الآن كانت مثلا متعينة طيب خذ المفاجأة بقى النهارات الحاد الدولي باعت شروط الترشيح الخاصة بالحكام الدولية او يجب أن يتم الإعلان عنه قبل يوم 25 سبتمبر تباعتها الاتحاد الدولي قبل يوم 25 ده في مفاجأة بقى مين بقى هو كلاتن برج اللي هي من كده كابتن دي هذه الترشيحات بتيجى عن سنة فاتت عن موسم فات كلاتن ميرجي مكانش موجود طيب مين اللي كانت موجود اللجنة السابقة بتاعت الكابتن قصام عبد فتاح اللي هي النهاردة اعتقد مش موجودة اللي موجود واحد بس في اللجنة كابتن هو اللي بيدير شؤون اللي هو مين اللي هو أحمد أبو العيلة هل أحمد أبو العيلة اللي موجود ويمكن مع تامير دوري يمكن الراجل بغضو على يعني فتلات كده بيبتدي ساعده كانت نسمى لك على مفاجأة تفضل الحكام دي وأنا كنت بسؤول في يوم الأيام كنت بعمل لاختبارات الحكام المرة واحد عندنا اختبار بدني بتعامل ورنر بيجيب حد من برة عشان بيبقى مش بقاش في الاختبار في أي مشاكل وبيكون أصلا الإرايات كلها بيبقعت على اتحاد الدور هذه واحد الكشف الطبي ده بيبقى في أرقة الكطاعات الطبية اللي هي فيها قويسات وشعات وتحليلات وكل كل كلام ده بيتعامل بشكل جدي يعني أطاق بيتعامل في المركز الطبي اللي هو في مدينة مصر طيب خذ اللي جاي بعد كده أنا النهاردة عشان نرشح لحاكم كتنس له عندي التاريخ الفنية اللي هي على موسم ساوك سي أنا بس هنبديله خمسين فيلمية تعالى بيعندي لها حاجة اسمها بيديو تيست وفصايد تيست تريفيا اختبار في القانون تريفيا ده تريفيا دي اللي هي اسئلة القانون بالانجليش دي كلها بيأخذ عليها كل حاكم بيأخذ عليها درجة الامتحانات درجة والعمل درجة والفن درجة بيجمع الكلام ده كله ومالوش علاقة من في السبعة اللي كانوا موجودين أنا النهاردة مرشح مثلا خمسة عشر فالقائمة الدولية سبعة سبعة يعني متجي سبعة عندنا مثلا البنة أحمد عادل إبراهيم نور محمد معروف أحمد الغندور محمود ناجي حاكم تاني إبراهيم نور الدين آه سبعة فأنا نهاردة سبعة دوات هم مفروض في القائمة الدولية عمود عشور ومحمود عشور في الفار حاكم فار هو وطرق مجدي ومحمود عبر الرجال فأحلم نهاردة في السبعة اللي موجودين النهاردة في حكام مترشح نهاردة نهاردة خمسة أو ست أنا مليش علاقة هي شارة دور دي كانت لسنة سبعة اللي جاي شارة دولية جديدة فباخد كل التقييمات دي أنا كناجي الحكام وبشوف مين هو أفضل رقم وبعد السبعة تدي أسكن السبعة والسؤال يا كابتن أنا لو بعدت السبعة بيتم الموافقة عليك على طول على طول من غير كلام ما فيش كلام غير ولا اختبارات ولا أي حالة أنت بعت له بقى كابتن إسلام بقى أن الرجل ده في الطب عمل كذا وفي الورن عمل كذا وفي انتحان بتبعت له كل هو بيتأكد منين كاتحاد دولي أنت كابتن هو طالما انتحادك بعت له القائمة الدولية خلاصه مؤتمر من تحاد الكرة خلاصه هو بيوفق على اللي أنت بعته تمام ده ده المهم إذن مين اللي هيحط برضه ده ده مشكلة ده ده السؤال بك مين اللي هيختار أول ده مين اللي هيعمل الامتحانات مين اللي هيعمل الامتحان الامتحان تعمل أمتى أساسا ده كشف الطبي ما تعملش أعلن كشف الطبي يا كابتن إسلام اللي هو أساس كل شيء اللي هو في البداية اللي عليه أن أنا أقدر بعد كده هجري ولا مش هجري هو اللي بيحدد أولا ما تحددش الورنر ما تحددش اختبارات الفيديو تيست وصولة ما تحددش النهاردة طبعا في الحلقة بقى عم نسميه الموخرة ما هنعمل ايه ولا ما أبهرج الحلقة يعني أنا بطالي بتحده كله من خلال هذا البرنامج المحترم ومن خلالها لحضرتك يا جماعة النهاردة القائمة الدولية في خاطر النهاردة التحكيم طب لو يوم 25 ما بعتتش هيحصل ايه خلاص يا كابتن ما لك شوال حاكم في القائمة الكابتن إسلام هي ايه القائمة ديت كل اتحاد أهلي هو بيديك يوم 25 من فضلك بعتلي القائمة الدولة بتاعتك فبتبعت قائمة الحكام المساعدين قائمة الفر قائمة الصلاة كله سبعة لا مش كله سبعة ما ديه عندنا في الحكام سبعة وفي المساعدين سبعة عندنا ثلاث حكام في الفر ممكن نحط رابع أربعة عشر وعندنا ثلاثة في الفر وعندنا في الصلاة أربع حكام النسائية عندنا حكمة اتنين حكام شاهندة وعندنا تنتة وعشرين وعندنا أربعة مساعدين محكمات تنتة وعشرين وعندنا أربعة في الشاطئ أربعة في الشاطئية على السبعة وعلى السبعة وعلى الثلاثين بالزبط كده قبل يوم خمسة وعشرين حياتك بتبعد لازم يوم الثلاثين اسم دول ويكونوا عمل اختبارات طبية وجاري وكل حاجة كل حاجة كل حاجة ما عملش انت حاجة لحد الوقت هل ممكن يأخذ من اللي فات اللي فات ازاي كده اللي هم السبعة نعتمت نفس القائمة القديمة اعتمتوا عليها اساس هو اصلا ما كشوفش طبي يابتن انت من عرضه ممكن لقدر الله واحد يسعد في الورنر لقدر الله ورنر ده اختبار صعب جدا جدا حضرتك سقدت فيه انا ببعت البيانات بتاعتك اتحاد دولي ان اسلام عدى الورنر عمل اختبار واللي بيقول كلام ده المسئول البدني اللي هو بيجي اختبر الناس ده بيبقى اي مصري بيبقى من بره يعني مثلا هو جعدات يبقى انباكي بيجي انباكي دوت هو محاضر بدني في تحاد الدولي بيجي يعمل اختبارات كله ببعتها ليتحاد دولي طب مثلا انا هقول سيه مثلا كانت ان اسلام دكت حكم فعملت ورنر حصل شد حصلت مشكلة فخرجت طب انت كمان محددتش امتى عيد لإسلام قبل يوم 25 لازم قبل 25 مفروض واسلام هيعيد هيشتغل تاني فانت نهاردة ولا حددت كشف طبي ولا ورنر ولا امتحانات الفيديو تيست ولا حاجة خالص ده دي المشكلة بتاعت الحكم دولين تعال بقول لك الحاجة مهمة تانية نهاردة كابتل عندنا تقريبا خمس تلاف حاجة طب ما بقى لك الحكام الدوليين اللي هم تقريبا بتحوالي 30 او 40 محضرتش ليهم حاجة طب ان احنا داخلنا عام سابقة الممتاز به في شهر عشرة الممتاز ألف في شهر عشرة الحكام التانية لم يجهزتش خالص فانا بقول ايه قريت حد الكرة من فضلك عين حتى لجنة حكام حاليا تقدر ان هي تختار القائمة الدولية تقدر تبقى مشرفة على القائمة الدولية عشان الامر تطلع بشفافية محدش من الحكام يطلع اقول لك يا جماعة انا اتظلمت لان من الصباح ان انا واحد بس يختار او واحد بس يحضر لكل الكلام ده كابتل اسلام ده صعب كده جدا السؤال هو التحاد وقرر ليه مش عاينه يعين لجنة حكام لحد الوقت هاي دي المشكلة لانه هو عنده كلاتن مهو كلاتن مش هشتغل لوحدة كابتل اسلام محدش موجود مع كابتن المجموعة ديات كل اللجنة اللي فات التقدمت ستعليتها باستثناء مدير اللجنة اللي هو الكابتن احمد بلالة والكابتن تامر دوري وراجل اقل ده حتيت ده اختار من ممكن اختار من ناس دي او ممكن اختار من الناس الجديدة الحاجة التانية هو كمال أنه يعرف منين حد بس اتتحاد من اعضاء مجمل السلاطة الاتحاد خلال الكلام بصراحة ولا من اعضاء ارت bikini كابتل الاتحاد الكرة واللاجنة حكام تتبع اتتحاد الكرة فهو رجل قال لك أنا ما عنديش مشكلة مين يشتغل معي بس أهم حاجة أنتو عينوا كابتن ما هو اللي يعين اتحاد الكورة هو العين اللي هو مين بقى اتحاد الكورة يعني بساس جمال علام وبركات وعازم يختاروا لجنة حكام كابتن بص يختاروا لجنة حكام رئيس وأعضاء يختاروا لجنة حكام تشتغل في الفترة اللي جاء تبقى هي مسؤولة عن كيان المسابقة كله والراجل هو قال لك كابتن اللغبطة دي يا كابتن وهتبدأ ازاي تحكيمة كابتن انت هتبدأ ازاي تحكيمة بعد ازاي يعني أنا نهاردك حكم ما ليش مستحقات ما عملتش اختباراتي هتبعت ازاي القائمة دولية المشكلة كبيرة جدا 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 كابتن إسلام وده بيعني عاكس على الحكم حالها اياه كابتن وفي أسرع وقت أنا بقولي النهارده قبل بكرة وأنا باتكلم هوا وده رسالة لأتحاد الكورة برئاسة فسيس جمال علام من فوضة فسيس جمال مش هينفع لازم تعين لجنة حكام رئيس وعطاء يبتدوا يشتغلوا الفترة اللي جايح نهارده تقريبا بقى يعني قدامنا عشرين اه اسبوعين عشان تطلع القائمة الدولية صح كابتن إسلام في حاجة مهمة اه ممكن الاختبارات اللي هاي بتكلم عندي تخلص في اسبوعين او اقل بقى مو لانه بكرة بس كابتن انت لا انا سؤال ممكن ولا مش ممكن لو انت حديدت ان مثلا بعد بكرة الكشف الطبي مثلا في مركز الرياضي الورنر الاختبارات اللي هي الفيديو تسوى تسوى القانون ممكن دي افتحاد الكرة تتعمل في يوم او يمين وتبع تقامل بتاعتك ايه بس لو حصل ان في حد جاله شد ايه دي دي المشكلة انت حتى كمان ما حددتش هتعيد له ايامتا ودي تبقى مسؤول ايه اللي انا بقوله كابتن ايه ان احنا بيقول اخطاء التحكمية لا احنا نتكلم فيها كابتن اسلام لا 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 هو البعض بيقول يعني انت تكلمش بخطاء التحكمية اللي حصلت معنا السنتين اللي فاتوا تبولك امفاجر كابتن بس مش مجال من الناس هو الناس بعد فاكر الناس اللي قالك لما خسر مباراة مثلا عاسم انسان عندي مباراةين مثلا في الدوري المسلمين المقاتل المباراة بتلتة بنت صح انا اقولك انا من خلال مراجعاتي للجدول لقيت ان الاهلي مكانش بيخسر تلتة بنتا كابتن اسلام الاهلي كان بيخسر ستة بنت بمعنى بمعنى ايه عندنا مطش من المطشات النادي الاهلي خسر فيه اتنين سفر وهذا المباراة النادي الاهلي كان هناك لعب يستحق البطاقة الحمرة في ديئة اتناشر من شروط الاولان انا النهاردة النادي دوت لما كسب اتنين سفر هو ايه النادي الاهلي خسر تلتة بنت والنادي الاهلي ده كسب تلتة بنت لانهو كان بينافس وابل تالي تلتة وتالت ستة بنت مش تلتة بنت في بعض الاندية استفادت من اخطاء التحكيم أن الأهل لم يستفيد من أخطاء التحكيم بل بالعكس المنافسين استفادوا واستفادوا مش ثلاثة بنت بس لا استفادوا ستة بنت فنتكلم النهاردة إيه عشان نبدأ التحكيم كويس وعشان تبقى الأمور ماشية بشكل كويس لابد أن البداية تكون صحيحة كابتن الإسلام نتكلم على لجنة الحكام تدير الفترة اللي جاية ولجنة الحكام تكون فعلا بتشتغل كابتن الإسلام نبعد عن اختيار المجملات فيش كلم ده عاوزين ناس تشتغل بشكل جدي وتختار الحكام اللي هي هتبتدي تشتغل فيه الحياة يعني الكلام اللي حاجة بتقوله ده كلام رائع جدا ولكن أنا مش فاهمه يعني إيه مش فاهمه لأ أنا مش مش فاهمه فاهمه بس مش عارف هو هيتعامل إمتى يعني هل من الممكن أن يكون في مصر خلال الفترة القادمة قبل يوم 25 إذا لم يتم إرسال القائمة الدولية ما يبقاش في مصر حكام دولين بالضبط كده ليه يا كابتن هو المعادي بعتولك ليه لأنك أنت كمان بتحضر الكلام ده كابتن من شهر 8 شهر 7 يعني أنت مفرود النهاردة لكن هارك عندك دي معلومة يا فندي ممكن يكونوا محضرين كابتن ما لا ما هو ناس أنا كابتن ما أنا مسؤول بردك يعني يعني نهاردة أنا بكلم حكام لما كلم حكام من مدون الحكام مترشحين النهاردة النهاردة بكلمه لم يبلغ بيه الكشف الطبي أوكي لم يبلغ بيه الورنر اللي هو البدني لم يبلغ بأي كشف أو أي امتحان حتى هذه اللحظة الصبح ما كانش فيه حاجة خالص فانت بتتكلم يا كابتن يمكن بعد كلام حضرتك ده يبقى فيه بكرة أو بعده أنا بقول يا كابتن احنا بنقول الحلول يا كابتن إسلام وأنا بقول الحل الحل يا سيد جمال ده راجل محترم مفادر طبعا من فضلك يعني جلات المجد مش هتشغل لوحده عشان نساعد الراجل من فضلك يتم تعيين لاجل الحكام تبقى مسؤولة مع الراجل عن الفترة اللي جاية اللي هي أعطاها تحدي بقى شهر تحضير للموسم الجديد طب وردك عن فجأة تاني احنا عندنا اختبارات حكام كابتن الجدد كل مرة تتأجل لأنه ما فيش لاجل الحكام موجود اختبارات الحكام الجدد عندنا امتحانات الحكام الترقي بقالها أربعة تشهر ما تصححتش عندنا كوادر عندنا كوادر موجودة كابتن عندنا كوادر بشكل كويس طب ايه المشكلة لنما اختار مثلا إسلام وفلان 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 او ناصر ويبتدوا يا جماعة يلا بكرة ابتدوا اللجنة تبتدوا تتحضر وتشتغل وندي الناس حقوقها حكام ونبتدوا بتاكوزة ليه ليه الدول اللي جاي ده وصعب فوق في الدول الممتاز وفي الممتاز بها كابتن الإسلام محتاج حكام مركزة محتاج حكام جاهزة بدانيا وفنيا محتاج كمان حكام وراها لجل حكام قوية تقدر ان هي تسند معها وادعمها في الفترة اللي جاي كيف يدير بقى كلاتن برج بعد الكلام لحضرتك قلته ده فيدير لجنة الحكام هل بيديرها بنفسه ولا يجيب معاه ناس تدير الدرجة الأولى الممتاز ولا بينزل هو يشوف الحكام بنفسه اللي هي انت بتتفرج مثلا على عشر مباريات او اتنشر مباراة وبالتالي هل بيتفرج عليهم كلهم هو اللي بيحلل وهو اللي بيعمل وهو اللي بيعمل هو اللي بيعمل وهو اللي بيحلل الموضوع ماشي اززاي طب بس اكت تاني بنقول تحد وكرة لما تعاقد اتعاقد مع كلاتن برج كراجل مسؤول للجنة التطوير فني فقط ولا سأدار اوه كابتن احنا دلوقتي بنتكلم عن اخر بس اخر اخر حاجة اخر جولة في الدوري الاخير كلنا اشدنا بيه تمام ليه الراجل عمل اجتماع وقال لهم يا جماعة سيبوا الناس تضرب في بعض شوية يعني مجازن حضرتك قولها بالنحية العلمية يعني قال لك خلي اللعب يتواصل ومش كل حاجة صغيرة تحسابها عشان تدي متعة للمباراة فبدأ ان الناس تقول ان اللعب اسرع من ما سبق بالزبط ووضح للناس كلها انه فيه تغيير فيه تغيير فيه تغيير وفيه اتمام في البدني وفي ملاكة الفار ده معنى ايه يا كابتن ده معنى الناس سمعته وعايزة تنفذ بالزبط معنى كده هل هو اللي بيتفرج على كل فيديو او كل مباراة في الفترة اللي فاتت اتفرج على كل المشاوط اللي جاي اللي بدوره متاز حيبقى لازم يا كابتن انا مش هبقى ايوان يتفرج على المباراة كلها ما هينا ده اللي بيحبول فيه لجنة مساعدة انا يا كابتن اسلام ناصر عباسو اسلام النهاردة عندكم مطش الاهلي وكذا هترقبوه فيديو وتعمله تقرير بالحالات وتبعتولي الحالات بتاعته ممكن هو ما شوفوش انا مش هشتغل لوحدي خلي بالك هو مش هشتغل لوحدي لابد ان يكون في لجنة بتساعدوا في الفترة اللي جاية السؤال هنا كابتن هل انت كاتحادوا الكرة وده هم جدا هتدي جلاتين برج السبعة وعشرين فرق بحكام الدوري الممتاز والممتاز بي وقسم التالت هيبقى مسؤول عنهم ولا هو هيبقى مسؤول عن الاربعين او خمسين حكم بس ايه بقى ده السؤال هو ما قالش ما ردش لا ما عندكش معلومة يعني المعلومة اللي عندي هو قال انا مسؤول عن قوام المسابقة في الدور الممتاز فقط مسؤول عن الاربعين حكم اللي هيدير الدور الممتاز يبقى يتم تعيين مثلا لجلة حكام ده اللي احنا نقول بقى كبت مو ده اللي لابد تعيين لجلة حكام لي احنا عندنا خمس تلاف حكم ما بين تحت اختبار تالتة تانية اولى مين يبقى مسؤول عنهم ده انت محتاج كمان سبعة وعشرين لجنة فرعية الرابعة مش تابعنا الكسم الرابعة كسم الرابعة كل طبع طيب اصحى اقول تالتة وتانية اقول والناشئين والكتعات والجمهورية كل طبع تحد الكورا طب ما فيش تشكيل لجلة اللجلة الفرعية نهاردة عن سبعة وعشرين فرع ما تشكلتش يعني انت نهاردة عشان تشكل سبعة وعشرين فرع هتجيب لجلة حكام رأسية تختار هي اللي تختار كده الإسلام اللي أساء اللي كان في الفروع ماشي لسه انت ما جدتش حتى اللجلة الرأسية اللي هتختار اللجل في الفروع طب الناس يبدأ ازاي يعني والأسف الأمور والوقت بداهمنا ومحدش النهاردة عارف اي حاجة خاصة نداء الى القاتن في الجبلية نداء الى القاتن في الجبلية في خمسة شارع الجبلية من فضلكم عدنا مشاكل كتيرة جدا في التحكيم مال انا تقولوا يسكت عن التحكيم وبطل كلام اسكت طب اسكت ازاي بعد اللي انا بسمعه ده يعني اعمل ايه يعني انا الحياة مش عارف خلينا نطلع فاصل طيب نفصل شوية عن اللي احنا بنسمعه ده ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى بعدين يا كابت الناصر يعني احنا عايزين ادي طاقة امل للناس بمعنى يعني كلام اللي حضرتك بتقوله ده له معنى واحد فقط ان هناك حالة من الفشل احنا قادمين على حالة من الفشل قبل بداية الدول للموسم اللي جاي وبالتالي عدم تطوير في شكل التحكيم اللي حضرتك قلته ده في النص ساعة اللي فاته انت الخاص لانا قلتك الاسلام بالفضل يعني انا النهاردة زي ما قلت النهاردة قبل بكرة بجد تحده قرار لابد ان هو ياخد قرار بتشكيل لجنة حكام النهاردة قبل بكرة لان الوقت حكمك النهاردة بنكلم خمسة عشرين تسعة ماكيش حاكم تحضر بشكل جدي للدورة الممتاز وتحديل الحاكم ما بيجيش من فراغ ما بيقولش تعال يا كابت النهاردة بكرة خش تلعب يعني هم مش عارفين الكلام يعني ما عليش سؤال فاند هو اتحاد كرة القدم اه استاذ جمال الاستاذ خاند درندلي الاستاذ محمد بركات الاستاذ عامام الاستاذ محمد حسين المجموعة الموجودة كلها الاستاذ فولوافل الاستاذ مدينة الاستاذ المشهور المجموعة الموجودة كلها مش عارفين كلا مش عارفين يو وممتاز. عملنا يا كابتن. يوم خمسة وعشرين بس. لي مين؟ لي مين دول. لا مش عارفين يا كابتن ان في يوم خمسة وعشرين. قبل يوم خمسة وعشرين يجب ان يكون هناك. اللاحة موجودة. معروف صح؟ اللاحة موجودة. اه طبعا. طب ما ليه؟. ما ليه هنا بقى يا كابتن هو ده مسؤول اللاجنة لحكام. مفيش لاجنة لحكام موجودة. انا نهارده كليسة لحكام النهارده. انا باعرض الخطة بتاعتي في الفتر اللي جاي. ونجمع ما انا محتاج موازكرات. محتاج المستحقات. محتاج الملاعب. محتاج ان انا اعمل اختبارات دي كلها. طيب قولك مفاجأة كشف الطبي. بس يعني هل قبل ما انت قولي مفاجأة الكشف الطبي عشان انت مفاجأتك كلها كبتن جتير. هل تم عرض الموضوع ده على حده رفض او وافق او حاجة من غير اسماء يعني لو مش حابب. اللاجنة? اه. اه. طيب. بس مش حقول اسمه يعني ماشي بس هناك انا كده الناس فهمه. الاختلاف كان في اه اه. بناقول ايه اه. اه اه اه. هاخد ايه يعني انا النهارده كريس لجل لحكاما ناجعي. نعم. المفترض رئيس لحكاما كابتن. مسؤولة عن كل الدنيا. بما فيهم كلاتنبيرج. طيب هل اكتن فاجأة. اتحاد السعود النهارده كان معين لجل لحكام. قابل المفاجأة بس يا كابتن. اه. كامل النقطة دي عشان دي مهمة جدا. طيب. انا النهارده كريس لجل لحكام. طيب. من إسلام مثلا يعني أن يكون رئيسا للجنة الحكام تمام خلاص إسلام رفض أو إكس ده رفض رفض ليه لأن أنا النهاردة مليس صلاحيات كاملة يعني إيه صلاحيات كاملة ما أنا حوالك كابتن بقى أنا أجل لئيس لجنة الحكام بيبقى مسؤول عن كل الحكام ما أنا جاي بكلاتن برج ليه هو جلاتن برج جاي فني يا كابتن إسلام فني يعني إيه فني لتطوير الفني ولكن فيما يخص كل الأمور الإدارية فيه بتعيين حكام فيه لجنة فرعية فيه معسكرات فيه تحضير معسكرات كل ده رئيسا للحكام بيشتغل كاملة كله مع الأعضاء بتوعه بس هم أمين اللي يختار الحكام اللي يتم تعيينهم رئيس لجنة الحكام أنا اللي هو إكس أي إكس مشكلاتن برج لا طبعا وهو ده اللي كان بيحصل ليه خب بسا جابتن برني ما أنا اشتغلت أنا واخر أنا بأخد ما أنا جاي مناصر وخمسة ستة خد دول يبتدي اشتغل بهم الأسبوع ده دولت يبتدي اشتغل ما عندهم مش مشاكل يعني انت حادك بتديني الحكام اللي أنا بعينهم ممكن تقولي لا فلان ما يلعبش مين بقى اللي ممكن يقول لا رئيس لجنة حكام ولا كلاتنبرج لا هو بيدي توصية يقول لك ده عنده مشكلة اللي هو مين كلاتنبرج اللي هو مسؤول فني مسؤول كابتن جهي مدير فني بيدي توصية لازم ياخدها ولا ما ياخدهاش حياركن شوية فاخد خد الناس ياخد ايه يعني معنى قال لك قال لك اكس ده قال ان الكابتن ناصر عباس عنده مشاكل فنية ده كلا تنبرج اللي قال لك كلام ما يلعبش مش بحاجة تعينه بقى بقى الس كده خلاص خبيب اقراره مش توصية اه اه طبعا مش بحاجة تعينه اوكي ولكن هو هنا الاختلاف كان فيه كابتن ستجاب أنا كمسؤول لجنة الحكام هو العرف جرأ ايه حتى لو عندنا مسؤول تطوير جاي من بره هو مسؤول فني فقط وعليه تجهز الحكام فنيا وتجهزهم ليا في المسابقة الاعلى ولكن القرارات اللي انا باخدها خاصة بتعيني الحكام القرارات اللي اخذها بامتحانات حكام بتأدات حكام بكل ما يخص الشغل الاداري هو بتاعنا كالرئيس لجنة الحكام انت معايا لا انا مش معايا طب ليه انا مش معا حضرتك كابتن مهوم مهوم انا شفت تجربة عملية حصلت في الاسبوع ال34 اللي هي ايه نجاح معظم او كل الحكام معظم او كل مش فاكر انا اذا كان الاسبوع ال34 انا على ما اتذكر ان الاسبوع ال34 وما قبله السبع جيد اما قبله اثنين وثلاثين عندنا خمس السبع اشتغل بشكل قوي خلاص فيهم اخطاء طبعا ولكن الاخطاء قلت الاخطاء قلت وشفنا ان الموضوع بدأ طيب هنا من غير ولا رئيس لجنة حكام ولا رئيس لجنة ولا ايه حاجة خلص تمام خلاص معنى حضرتك كلام اللي حضرتك بتقوله ده ان يعود رئيس للجنة الحكام ويقول مين يتعين ومين ما يتعينش لا هو مش بقول مين يتعين انا كمسؤول فني بديك المجموعة اللي انت عين من مسته خد دولة عين منهم مثلا بديك 8 او 10 افتد دولة عين عندك مثلا 10 مطشاط ودي 10 حكام ودي 10 حكام عينه ما عليش مش كرة انت بقى حط في اي حت عين اه 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 خليب احنا بنتكلم عن المسابة دولة الممتازبة طيب الممتازبة هو ملوش علاقة بي الممتازبة الراجل ملوش علاقة بي اي لا لا مش خصة احنا بتكلم عن الممتازبة طيب مين هيدير لكابتن معنا بس احنا محتاجين لإسلام الحكام يشتغل مرة طيب بلاش كده مش هنجيب رأس لاجل حكام فالراجل او الاسم اللي اتعرض عليه هذا الامر لم يوافق علشان هم قالوا له انت خليك مع يعني حسن ان اختصاته هتبقى قليلة يعني مش هو دا طموح مثلا ان انا المفروض ان انا كريس لاجل حكام يبقى كل حال صالحاتي تبقى اكتر ولكن طبعا هو راجل شارت كده قال لهم لا يعني انا تعينات مسؤول الحكام اللي هي في المدارة ممتازة كلها دي بتاعتقام وانا العين وانا العم لان كنتوا هتحزبوني على الدورة بتاع الدورة الاعلى فسيبوا لي الحتة ديت لان دي انا هجهز يعني اللي جاي ده بتاع درجة تانية وتالتة بالظبط كده وربعة وجميع الفروع اللي هي 27 فرع اللي موجودين بقى بحكام الاختبار تحت الاختبار والتالتة وكلام ده احنا عاوزين نقول ايه كابتا المشكلة هتهم مع الراجل يتعاونوا مع الراجل ويبقوا بنفس الوقت مسؤولين عن المسابقات اللي هي اوفقات السينية اللي هي الاخرى زي الممتاز به وزي القسم التالت والرابع وبطولة الجمهورية والنشئين معنى لاش مشكلة بس ابدأ عين يعني تعين لجنة رئيس لجنة تعين خمس ست او سبع افراد مع الراجل عندنا كوادر كتيرة جدا جدا عندها استعداد وكوادر شابة عندها طموحات نفسها تشتغل كتير كتير مش عاوز اعيد عشان خاطر مظلمش عاد ولكن الناس جاهزة ومحتاجة ان هي تشتغل هات خمسة مع الراجل هات ستة مع الراجل حتى يشتغل تحت اي مسمى بلاش تجيب رئيس لجنة اخيرا كابتن اجروب التعليق لا تنبرج على الحالات الجدالية رأيك فيها اي والفات هقولك على الحاجة هو مش جاب كل الحالات الجدالية كابتن الاسلام اي هي اللي بيحصل فيها اختلاف زي اي مثلا زي مباراة النادي الاهلي وبنك الاهلي دي حالة جدالية بكلم بقى زي الحالة الجدالية اللي بيختلف فيها الناس في الناحة التقديرية ولكن هو جاب الحالات كلها اللي دايما الحكام خدوا الكرارات الصحيحة هو عاوز يقول ايه ان الحكام خدت الكرارات الصحيحة ولما حد رحل الفار ما عادش غير 30 ثانية هو عاوز يعني يدي جديد للناس الانطباع الجايد ان انا حكامي بدانية كويس بس مع السنة الجاية الانطباع الجاية مع بداية الموسم حيب الأمور مختلف تقول لك المفاجأة تانية فاضل الحكام كانت بتنزل هو غير المفهوم قال لهم ايه المفهوم عندكم انتو كان كل الناس انتو كمان كان لجم حكام مزئولة كان بتشغل على الفار لا المفترض ان انتشغل على حكم الميدان لانه هو الاساس لان حكم الميدان النهاردة لو شاطر وجاهز وبيتواجد في كل الاماكن مش هيحتاج الفار فابتدى يتكلم الحكم وقال كده الحكم اللي هيدي قرار ويبعد على المخالفة عشرين او خمسة عشرين متر مش معايا الحكم اللي هو هيروح للفار وهيقعد اكتر من التلاتين ثانية مش معايا اللي حاطت البادش بتاع شارة الدولية وماشتغلش كويس على نفسه يعتبر الشارة دولية مش موجودة وهطلع حد يقل اذا هو ادى نوع من الدوافع عند الحكام ادى تنافس من الحكام ادى كمان سياسة السواب والعقاب اللي يخطأ هيتحاسب كلام ده في الاول ما كانش موجود حكام بتغلط وكانت بتلعب حكام ما بتتمرنشه وبتلعب كان في مش عارسوا لعدم انضماط ولكن كان في تجاوزات في تعينات الحكام النهاردة كان ده مش هيبقى موجود فالكل عارف الكلام ده كله بيشتغل على نفسه فاعتقد المصابحة تبقى ماشى في الدوري في المسلم الجيد هده مش بشكل كويس انا بشكرك جدا كابتن ناصر ان شاء الله نلتقي على بداية الموسيقى بتكون بداية جيدة شكرا كابتن اسلام وسعيد جدا اننا موجود النهاردة معك شكرا جزيلا تشرف لينا كابتن شكرا جزيلا للكابتن الخبيل التحكيمي كابتن ناصر عباس نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ايمان جيلبرتو محمد جمال فيديو فيديو فيديو